أكدت حركة حماس أنها تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطى في مصر وقطر والولايات المتحدة وأشارت في بان الله أن موقف إسرائيل لا يزال متعنتا ولم يستجب لأي من مطالب الحركة وأضافت حركة حماس أنها ستدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة وستبلغ الوسطى بردها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33.360 شهيدا و75.993 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى استشهاد 153 شخصا وإصابة 60 آخرين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية أفادت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جاثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين وأضفت طواقم الدفاع المدني أن العمل لا يزال جاريا لانتشال جاثامين الشهداء من المنطقتين مناشدة المجتمع الدولي والجهاد ذات الصلة بالعمل على توفير وإدخال معدات وأليات مخصصة لأعمل الحفر للمساعدة في استخراج جاثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بانيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك تلك الموجودة في مدينة رفحة الفلسطينية وأضف نتنياهو أن إسرائيل لن يمنعها شيء عن تحقيق هدفها بالقضاء الكامل على حماس أكدت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولي أن أمن إسرائيل هو في صميم سياستها الخارجية رافضة بشكل حازم اتهمات نيكاراجوى لها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة وخلل جلسة الدفاع قالت المتحدثة باسم ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية قالت إن برلين لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز شروط القانون الدولي مشيرة إلى خضوة إرسل ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض أعلنت تركيا فرض قيود على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين أعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضحت تركي أن القيود ستطبق على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة تشمل الحديد والرخام والألومنيوم والأسمدة ومعدات ومنتجة البناء ووقود الطائرات وغيرها لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى إعلان إسرائيل بشكل عاجل بمجابل تزامتها المنبثقة عن القانون الدولي إعلنها وقف إطلاق النار في غزة واستماح بتضفق ما يكفي من المساعدات الإنسانية بدون أي تعوائق إلى قطاع غزة من جانبها أعلنت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس اعتزامها الرد على هذه الإجراءات متهمة أنقرة بانتهك اتفاقيات التجارية الموقعة بينهما من جانب واحد اشتركوا في القناة